أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحور البيئي كان ضمن هذه الخطة الاستراتيجية مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية وأنا عايز أقول لكم يعني مش عشان يعني أقول إن إحنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد واتحركنا فيه بفعليها كبيرة جدا في كافة المجالات وأنا بقول لكم إن إحنا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة وأنا بتكلم إن حياة كريمة ده رقم اتحط يمكن ساعتها ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة لكن الهدف منه إنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان وإحنا هنا بنتكلم على ميت شرب وبنتكلم على طاقة وبنتكلم على صرف صحي وبنتكلم على معالجة المياه وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع إن مص ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي إنه يمكن تكون في تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج موسيقى 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 شكرا